بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم متتبعات الوفيات مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم إن شاء الله معنا حلوة معسلة أخرى إن شاء الله ما تمنلوش من الحلويات لمعسلة وهذا طبعا تلبية للطلب أنتعكم اليوم حنوجد معكم ليسيكاغ معسلين بالنسبة الأخوات اللي كانوا تتبعوا الفيديو الماضي تع السامسة قلت لكم باللي من نفس الوصفة رح ندي لكم حلوة أخرى واللي هي ليسيكاغ يعني نحتاجوا فيها نفس المقادير عندي العجينة اللي بقات لي عملتها بهذا الشكل أيضا الحشولي كانت بقات لي درتها على شكل أصابع بالطريقة هالي بتشيني سهلا من بعد للعمل بالنسبة للعجينة خليتها باتت لي لكاملة وشوفوا نتيجة تحاب بعد ما باتت يعني كل ما ترتحت تعطيكم نتيجة أفضل هنا رح نبدأ نورق فيها معاكم بنفس الطريقة اللي درت بها السامسة فقط تعاود الطريقة بالنسبة للأبنات لما شافوش الفيديو الماضي والناس لأول مرة يدخلوا على قناتي بالمناسبة نقولهم إذا أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله طرحتها بشكل طولي نستعين بنشا ومن بعد نطويها على ثلاثة بالطريقة هذي نضغط عليها ومن بعد نعاود نطرحها بشكل طولي مرة أخرى طريقة راهي سهلة ما تاخدش معاكم الوقت خلاص يعني تتوجب بسرعة نروح للآلة التوريق وفي رقم اثنين نطرح العجينة تعي بالطريقة هذي نعاود نحط أنشا ونعاود نتبقها بالشكل هذا وللطريقة تساعد لسيقاقتاكم والسامسة يجيوا مورقين ما شاء الله من داخل نعاود نحطها بالطريقة هذي ونعاود نطرحها طبعا دايما نستعين بنشا طبعا لسيقاغ نحتاجو الشاريط انتعنا يكون رقيق ما يكون شاريط بزيف مشي جينا على قد الحبات على السيقاغ نعاود نطرح بالطريقة هذي نضغط الساعة على العجينة ومن بعد نطرحها بالطريقة هذي نرجع لآلة التوريق في رقم اثنين مرة خلاف نزيد نطرح العجينة تاعي من بعد نزيد لها في رقم أربعة شوفوا العجينة يا أخواتي لما تخليوها تبات وترتاح معكم كيف اشتعتكم نتيج جهيلة نزيد هنا نطرحها في الرقم ما قبل الأخير في آلة التوريق انتعنا واللي هو رقم خمسة بالنسبة لي رقم الأخير في آلة التوريق هو ستة فنطرحها آخر مرة في رقم خمسة هنا العجينة تاعي راهي واجدة نفس الطريقة تاع السامسة راح نحي الحاشية هذي بالجرارات تعليق ريوش باش نعطيها يعني شكل جميل نجيب الحشو الحشو هنا شوفوا لما بات يا لبنت كيفاش اتعسل هذك السكر مع الكوكو واعطاني يعني عجينة نقدر نشكلها إلى أصابع اللف العجينة تاعي هنا يا على الحشو لكن نخليها مرخوفة من سيريهاش على الحشو بايض البيض نستقل الطرف تاعي بالشكل هذا نضغط عليها ممليح ومن بعد الجرارة أيضا نقطع لهم هذيك الزوائد وهذا يعني فرصة باش نسأكد باللي الحاشية تاعي راهي متلاسقة نفس الطريقة قلنا نجيبو الحشو حطوه في الواسط بالطريقة هذي ونقلب عليه العجينة مرة اتنين اتلاتة ومن بعد انقطع وكيما قلت العجينة خليوها مرخوفة على الحشو كيما تعصم صمن سيري وشعله الحشو نستقل بايض البيض الحواف انتاعي كاملتها العجينة باش ميتفكوليش من بعد في القلي بالزيت يعني ومن بعد نضغط على الأطراف ونقص العجينة الزايدة بالطريقة هذي نتحصلوا على دي سيكاغ رح نكمل باقي العجينة بنفس الطريقة ونرجع بنفس الطريقة تاع السامسة نقلي لسيكاغ زاعي يعني نخلي الزيت حتى يسخن نقص النار باش تحود متوسطة وزيت يكون غازية تكون يعني حاطينه في هكا مقلة ولا كاسرول تكون غامقة باش يجي الزيت غازية ونبدأ نحط لي سيكاغ تاعي ونقليهم حتى ياخدوا لي اللون الدهبي رحين يعني تنفخوا معاكم شوية رحين يديروا هذوك الفقاعات بالطريقة هذي النحيهم ونعسلهم بنفس الطريقة يعني لما تجيوا تقدموهم عسلوهم بل في العسل يكون دافي ومزيدوا له حتى حاجة من بعد على الحاشية كما تشوفوه زي انتهى بالججلانية ورشيد في الواسط أيضا ونقدموها يعني في السهرات تاعنا الرمضانية هذا هو الشكل التحم يجيوا يعني رايعين يا لبنات خصوصا معاكس اي تاي روعة عاوليك الشكل تحم يجيوا عندهم نفس الطعم تاع الصامسة بشكل مختلف ويجيوا بنين بزيف انا نقول لكم اذا عجبكم الفيديو تعنها اليوم ما تنسوش الضغط على الاعجاب وتخليوا ليرايكم في التعليقات ونشكركم بزيف على تعليقاتكم الرائعة في الفيديو الماضي خصوصا انه اغلب التعليقات تجيني باللي الشرح رح واضح وطريقة تقديم الوصفة يعني راها تجيكم مطريقة سهلة فرحتيني بزيف ربي فرحكم ان شاء الله ويعمر دياركم يا ربي هنقسمت معاكم الحبابة بشتوفوا الحشو تعنا من داخلك فشيجي ايضا التوريق تعلى عجينة شو حفو حابباتي النتيجة تعنا وصفة رائعة هايلا بزيف اعتمدوها في السامسة وايضا في اليسيكا هذا يعني تعطيكم نتيجة هايلا نتخليكم انا يا في امان الله وحفظه نقلكم في وصفة قادمة ان شاء الله انتقدروني حبيبات قلبي نتلقوا ايضا في الفيسبوك بالنسبة الاخوات لما يعرفوش الفيسبوك وحنت تلقواها في صندوق الوصف انضموا لجروب الخاص بالقناة ونقلكم في امان الله وحفظه والسلام عليكم